المشاهدين الكرام مساء الخير من الواضح ان القناعة تزداد اكثر فاكثر في العالم بفشل الحرب على سوريا وشعبها وضرورة ايجاد حل سياسي ولكن بعض من لديه اوهام ما يزال يصارع من اجل حفظ ماء وجه سياساته التي انفضحت امام الجميع جنون وهستيريا حقيقية لتخريب الجهود السياسية والاستمرار في حرب التدمير ضد سوريا والسوريين فها هو اردوغان يصرخ باعلى صوته معتبرا ان الحوار غير ممكن وها هي مشيخة النفط والغاز تقود مشروعا في الجمعية العامة للامم المتحدة ضد سوريا وهي التي سلحت ومولت القاعدة والتنظيمات التكفيرية من شمال افريقيا حتى سوريا واما الكيان الصهيوني فما يزال يطلق تهديداته ويستمر بدعم ادواته في الداخل السوري لانه يدرك ان سوريا القوية ستوقف مشروع تفتيت واستعباد المنطقة بشعوبها وثرواتها انه صراع الوجود والهوية وبقاء الوطن من اجل ان نعيش باستقلال وحرية حقيقية وكرامة لا ان نعيش مع قتلة ومجرمين ومرتزقة يقطعون الناس ويأكلون اكبادهم وكأننا نتحدث عن اكلة لحوم البشر اي مجرمين هؤلاء واي حقد لدى هؤلاء مع كل من يخالفهم الرأي ولذلك فان من يجب ان يلاحق ويدان في الامم المتحدة هي تلك الدول التي مولت وارسلت وسلحت هؤلاء المجرمين ما من شك ان بوادر خلاص سوريا كل سوريا باتت قاب قوسين او ادنى بفضل دماء الشهداء وصبر وصمود جيش سوريا العظيم واستمرار سحقه للارهاب واما الحل السياسي فلن نمل من القول اننا كنا اول من دعا اليه وما زلنا وسنستمر لانه المخرج الوحيد للجميع ندرك هذا تماما ولكن لن يكون هناك حل سياسي يمس بكرامة السوريين وسيادتهم واستقلالهم وهذا الحل لن يكون في النهاية مهما حاول البعض الاستقواء بالخارج الا تحت شارة صنع في سوريا